مع ازدياد عدد الإصابات بفيروس كورونا بدأ الدول الخليج بالعودة تدريجيا إلى إجراءات الإغلاق لكن دون المضي نحو إقفال شامل قد يؤدي إلى عرقلة مسار التعافي الاقتصادي وأعلنت السعودية تعليق الأنشطة الترفيهية وإغلاق دور السينما ووقف تقديم الخدمات داخل المطاعم والمقاهي لمدة عشرة أيام قابلة للتجديد وقالت وزارة الداخلية في بيان إن الإجراءات تأتي مع ظهور مؤشرات الارتفاع في المنحن الوبائي في بعض مناطق المملكة والتراخي في تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية والبروتوكولات المعتمدة ولضرورة اتخاذ إجراءات وقائية وتراجعت عدد الإصابات اليومية إلى أقل من 100 في أواء اليناير من نحو 5000 في يونيو قبل أن تتضاعف في الأيام الأخيرة وتصل إلى أكثر من 300 وقبل يومين منعت المملكة مؤقتا دخول الوافدين من 20 دولة تتراوح بين بلدان مجاورة وبعيدة وصولا إلى الولايات المتحدة وعلى غرار السعودية منعت الكويت غير الكويتيين من دخول البلاد لمدة إسبوعين وقررت إغلاق كافة الأنشطة التجارية من الثامنة مساء وحتى الخامسة فجرا باستثناء السيطليات ومراكز التموين بالمواد الغذائية وفي دولة الإمارات لجعت إمارة دبي إلى تجديد الإجراءات ومن بينها تعليق العمليات الجراحية غير ضرورية في المستشفات ومنع الحفلات في المطاعم وإغلاق الحانات في الوقت نفسه تنفذ الإمارات حملة تطعيم متسارعة حيث قدمت نحو ثلاثة ملايين ونصف المليون جرعة للسكان